إزاي أتأكد إن أنا الشخص اللي أنا عامل معاه عقد الإيجار هو ده الشخص الصحيح أو على الأقل اللي هو مخول إنه هو يديني الشقة دي طيب أول حاجة هي ده يفضل دايما إن أنت تاخد العقد مش تسأل على صحية العقد أو صلاحية العقد أو بنود العقد لأ تروح لشخص مختص يفضل طبعا يكون مكتب محامي مختص وبعد كده هو بيقدر مكتب المحامي يعرف مين ملك البيت والشخص ده من حقه يأجر ولا لأ وهكذا وإذا قال لك كل شيء تمام مش بس بنود العقد خلاص يبقى فيك إن أنت ساعتها تأجر البيت أول حاجة دلوقتي إحنا عندنا نوعين من العقود عقد محدد المدة وعقد مفتوح العقد المحدد المدة اللي هو صاحب البيت بيقول لك أنت هتسكن عندي سنة ثلاث سنين سنتين ست شهور النقطة المهمة جدا ولازم نستخد بالها منها من أول يوم لغاية ست شهور من حقه إن هو يحدد لك المدة ممكن يكون طالب بيدرس أو واحد عايز يأجر بيت لمدة 3 شهور 4 شهور 5 شهور لغاية 6 شهور إذا عاملوا محدد المدة لغاية 6 شهور بعد 6 شهور بينتهي العقد وخلاص لازم يمشي طيب النقطة بقى بيقع فيها كتير قوي من الناس بيأجر لك البيت سنة مفيش حاجة اسمها إيجار سنة مفيش حاجة اسمها إيجار سنتين مفيش حاجة اسمها إيجار سنتين ونص ما لو فيه سنة يبقى بيتحول ما هو ده بقى ما هذه النقطة اللي احنا عايزين نوضحها مفيش حاجة اسمها عقد محدد المدة بسنة أو فوق الست شهور بسبع شهور أو ثمان شهور أو سنة أو سنتين ونص أقل من ثلاث سنين عشان العقد يبقى محدد المدة يا إما يبقى ست شهور وإنت نازل بعد ما يخلصوا الست شهور يبقى العقد انتهى أو من ثلاث سنين وإنت طالع يعني اللي معه عقد وصاحب البيت ميزيله العقد مدة الإيجار في سنة يعتبر العقد مفتوح غير محدد المدة ده حسب القانون النمساوي ولو العقد مدته سنتين أو أقل من ثلاث سنين بيوم يعتبر العقد مفتوح وغير محدد المدة دي أول نقطة ناس كتيرة ما بتعرفهاش ساعات كتير ناس بيجي للمكتب مع العقد ويقول لي أنا مأجر بقى لي سنة وصاحب البيت دلوقتي بيطالبني أطلع لأ أنت العقد بتاعك أصبح مفتوح قانونيا فمش من حقك أن أنت تطلع عادي تقدر تفضل في البيت طب وفي الحالة دي يروح فين يروح لمين عشان يقدر لازم يرفع عضية يروح لمحامي يروح لحد مختص هي ناس تعرف المعلومات دي منين ما لازم تلجأ لمحامي مختص يساعد هيقول لهم يعملوا إيه ويسووا إيه والمحامي هو اللي بيقدر عن طريق المحكمة أو عن طريق المرسلات يتواصل مع صاحب البيت وتتحل المشكلة إن شاء الله يعني عندنا النقطة التانية هي العقود المفتوحة العقد اللي أنت مأجر بيه البيت عقد مفتوح فزي ما قاله الدكتور كلامة النمسا في قانونها بيحمي جدا الأشخاص المستأجرين المستأجر عنده حق أكتر من الملك أكتر من الملك من صاحب البيت يعني في حالات ضئيلة جدا صاحب البيت يقدر إن هو يطردك من البيت لو البيت معاك عقد مفتوح أول حاجة أنت ما تكونش بتدفع الإيجار بتاعك من حقه أن يرفع عليك دعوة في المحكمة ويطلعك برا البيت يعملك عملية طارد بالزبط النقطة التانية هي إن أنت تكون خربت البيت يعني البيت وسخ جدا أو تكون قسرت في حاجات عملت أضرار بالغة للعقار وصل لمرحلة إن خلاص صاحب البيت لازم يطلعك فيما عادة ذلك الطارد بيكون لحالات ضئيلة جدا طيب ممكن حد يسأل إمتى الشخص من حقه أنه يفسخ عقد الإيجار لو البيت بعقد مفتوح أنت بتكلمي على المستأجر دلوقتي دل المستأجر أيوة أنا دلوقتي إحنا قلنا صاحب البيت ما يقدرش يطردني إلا لو أنا ما دفعتش الإيجار أو خربت البيت دي النقطتين أو خليت ببند من بنود العقد يعني مثلا فيه بيت ممنوع إن أنا أعمل ميدل ست اللي واحد وأنا جيت دلوقتي قمت عملة ميدل ست اللي عشرة من حقه أنه يطردني لأن أنا دلوقتي خليت لبند العقد خليتي بنبقى أحد بنود العقد بالظبط أو برضو دي خلينا برضو ننوخ لها إن فيه أحيانا فيه عقود بيكون ممنوع إن أنت يكون عندك أي حيوان أليس صح بالظبط وأنا عملت شيء مخالف للعقد فمن حقه أنه يطردني النقطة التانية بقى أنا بقى كواحدة مستأجرة البيت ومعاي عقد مفتوح إنت من حقي إن أنا أطلع من البيت زي ما ذكر الدكتور كلاما سنة وثلاث شهور سنة وثلاث شهور أقدر أخذ الكرار إن أنا سيب البيت وبيكون ساعاتها فيه بقى الفرست اللي هو المهلة القانونية إن أنا أفسخ فيها العقد كمان مرة ثلاث شهور بتبقى شهرين أو ثلاث شهور تقريبا إن أنا أقدر إن أنا أفسخ فيها العقد وأطلع أو حسب وجودها في البناء بالصبت المدة المنصوصة عليها طيب يعني دي الحالات وأعتقد إن يمكن مرة عليكم حالات أكيد كتير طبعا